اتحدد رسميا خلاص منحة العيد للمواطنين 2024 بالتفاصيل عايز تعرف موعد صرف منحة عيد الفطر؟ كل بيتكلم عن منحة عيد الفطر وناس كتير بتسأل عن موعد صرفها المنحة دي بتقدم من الجهات الحكومية والشركات العامة للموظفين والمتقاعدين احتفالا بعيد الفطر وبتساعد الاسر على تلبية احتياجاتها في الفترة دي الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص مهتمين بالمنحة دي ووزارات كتير اكدت انها هتصرفها للموظفين بمختلف الدرجات والفئات الهدف من المنحة دي هو دعم الموظفين وساعدتهم في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة لسه محدش من الجهات الحكومية حدد موعد صرف منحة عيد الفطر لكن متوقعين ان المنحة هتكون في الايام دي قبل عيد الفطر الجدول الزمني هيساعد الناس على تلبية احتياجاتهم لعيد الفطر الاستفادة من المبلغ المقدم الهيئة الوطنية للمعاشات اعلنت عن صرف منحة عيد الفطر لمستفدي المعاشات مع زيادة جديدة وفقا للقانون رقم 148 كتير من الجهات تعهدت بصرف منحة عيد الفطر للموظفين في عام 2024 زي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاوقاف والشركات العاملة في قطاع النفط وجميع الادارات العاملة في الوزارات وشركات الادوية والشركات العاملة في القطاع الخاص ووزارة العدل ووزارة الاسكان والخدمات العامة ووزارة الكهرباء وهيئات مياه الشرب متوقعين ان قيمة منحة عيد الفطر العام 2024 بتتراوح ما بين 500 ل750 جنيه قيمة المنحة تختلف حسب الجهة الحكومية اللي هتصرف منها اترك لحضراتكم بالتعليق على هذا الخبر